بسم الله الرحمن الرحيم بعد الضجة التي أثارها تقرير إذاعة بي بي سي حول زواج المتعة والتمتع بالصغيرات في العراق في كربلا والكاظمية بعث هذا بعثت مراسلة بي بي سي أسئلة إلى مكتب السيد علي السستاني تستفهم منه حول بعض الممارسات غير الصحيحة وجهت نوال المقحفي مراسلة بي بي سي الخاصة أدت أسئلة إلى مكتب سماحة السيد السستاني دام ظله وصلت إليه بتاريخ 25 أيلول 2019 وفيما يأتي مختصرها واحد لدينا تسجيل مصور يثبت أن أثنين من رجال الدين في العراق ممن يصفون أنفسهم بأنهم من أتباع آية الله العظمى السيد السستاني يخالفان القانون العراقي بتوفير أو الاستعداد لتوفير نساء من أجل زواج المتعة وهما يتقاضيان مالا لقاء هذه الخدمة التي تعد متاجرة بالجنس هل يدين مكتب سماحة السيد الممارسات التي عرضناها وجاء الجواب كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم جواب أولا هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقا لا يقوم بها والزواج المؤقت الذي يجوز في مذهب الإمامية وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على إسقاط الحقوق الزوجية عدى حق المضاجعة لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وإنسانيتها ولا يتبعها إلا ضعاف النفوس الذين لا يتبرعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة إن الدين الإسلامي الحنيف ولا سيما على مذهب أهل البيت عليهم السلام يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء ويهتم بصيانة الأسرة والمحافظة عليها كنوات أساسية لسلامة المجتمع مع عدم إغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان ولا يجوز أن يستغل أي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية ومن هنا يتعين على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت يعني كما جاء في تقرير بي بي سي أن هؤلاء الأشخاص كانوا يزوجون حتى الفتيات الصغيرات أقل من تسع سنوات ولكن يتابع المكتب السيستاني الجواب ولكن الملاحظ للأسف أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال أمام البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة حتى بلغت إنشاء بيوت الدعارة والترويج لها السؤال الثاني المقدم من مراسلة بي بي سي يقول لدينا تسجيلات مصورة لرجال دين يقدمون نصائح دينية تفيد شرعية عقد زيجات مع أطفال دون السن القانوني في العراق وهو 15 عاما أقلم تسعة يعني يزوجون بعض رجال الدين هؤلاء يشيرون إلى فتيات صغيرات جدا يعني أقل بكثير من تسع سنوات كما أنهم يحددون الممارسات الجنسية التي يقولون أنها شرعية هل يدين مكتب سماحة السيد نصائح كهذه من رجال الدين الجواب هذا مدان أيضا ويجري عليه ما تقدم في أعلاه ونؤكد على ضرورة أن تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زي رجال الدين حتى غير رجال الدين نفس الشيء يعني ويمارس هذه الأفعال ويروج لممارسات لها لممارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس ثلاثة السؤال الثالث المقدم من بي بي سي كتب سماحته في طبعات سابقة من منهاج الصالحين أو كتب سماحته أنه لا بأس بما دون الوطء من الاستمتاعات الجنسية من الزوجة غير البالغة نحن ندرك بأن هذه النصيحة لم تتضمنها الطبعات الأخيرة المتوفرة هل يمكن لسماحته إيضاح نصيحته الدينية بهذا الشأن؟ يعني هل هو لا يزال على الفتوى السابقة بجواز الاستمتاع بالطفلة الصغيرة التي لم تبلغ السن الشرعية أم لا أنه هو غير فتوى هكذا أفهم من السؤال الجواب من مكتب سماحت السيد يقول كان زواجه الصغار أي زواجه غير البالغة من غير البالغ أمرا متداولا في العديد من المجتمعات الشرقية إلى وقت قريب ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض أحكامه ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتم حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة وما نريد التأكيد عليه هو أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقا لمصلحتها ولا مصلح لها غالبا في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للموارسة الجنسية كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها هذا الجواب في الحقيقة من مكتب السيد في نوع من الدبلوماسية أو نوع من العدم الشفافية لأنه الطفل الصغير لا يتزوج الطفلة الصغيرة ولا يتمتع بها الحالة الموجودة والمتعارفة هو رجل كبير بالغ يتزوج طفلة صغيرة ويتمتع بها ويستمتع بها فهذه الصورة قال الزواج غير البالغة من غير البالغ هذا كان متعارف لا أعتقد بها الصورة كان متعارف ثم أنه يعود إلى القانون المعمول به في العراق أو في أي بلد مثلا أنه لا مصلحة في الزواج خلافا للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غيرا عنها طيب إذا تغير هذا القانون كما أنه هناك مقدم من الشيخ مثلا بعض المشايخ في العراق الذين يدعون المرجعية مقدمين قوانين مثل القانون الجعفري أنه تحديد لماذا سن الزواج 15 سنة خلين نسوي 9 سنوات وخلين نسمح أيضا بحسب الفتاوى الفقهية القديمة أنه التمتع بالطفلة الصغيرة حتى الزواج من عندها إجوز فهل تغيرت الفتوى أم خضعت الفتوى للظرف القانوني السائد الآن وإذا استطاعت المرجعية أو بعض أفراد المرجعية تغيير القانون العراقي كما يطالبون فهل تحلوا بعد ذلك إذن؟ هذا هو السؤال في الحقيقة التمتع بالطفلة الصغيرة هذا يعني خلاف الفترة خلاف الفترة الإنسانية وخلاف الفترة الحيوانية حتى شوفوا أنت كل حيوانات ما تمارس الجنس مع أطفالها أو أطفال صغار مثلا من حيوانات أخرى فهذه الفتوى التي مشهورة يعني عند السنة وشيعة يجب أن يعاد النظر فيها من أساسها ولا يتم التراجع عنها فقط تكتيكيا ولمصلحة القانون السائد نرجو أن يعيد الفقهاء النظر في هذه المسائل وفي هذه الفتاوى حتى لا يسيئوا إلى الدين ثم يلقوا اللوم على الناس الذين يروجون أو يمارسون ممارسة سيئة هي ليست هؤلاء الذين اعتمدوا على فتوى أسستاني وقاموا بعمل زيجاج لأطفال أو طفلات صغيرات هم اعتمدوا على فتاوى شرعية يقولون هذا هو الشرع ولا يعبؤون بالقانون ولا يحترمون القانون كثيرا فحث أصحاب القانون من القضاة أو من الشرطة من مكافحة هؤلاء لا يحل المشكلة إلا أن يتم إصدار فتوى من المرجع بنقب تلك الفتوى السابقة والقول بحرمتها وهذا ما لم يحدث حتى الآن ننتظر من السيل السستاني ومن جميع الفقهاء السنة والشيعة أن يعيدوا النظر بجواز الزواج من الطفلة الصغيرة والتمتع بها ما دون مثلا الدخول بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته